مجدي عبدالغني نجم الأهلي السابق وجه رسالة قوية لمحمود كهربا بسبب عدم مشاركته في رحلة الفريق لمواجهة ميدياما في دور أبطال أفريقيا عبدالغني أشار إلى التزام اللاعب بعقده ورفضه المشاركة في ظروف خاصة معتبراً أن النادي لا يجب أن يستفسر عن أمور شخصية وأوضح عبدالغني أنه في مثل هذه الحالات يجب على اللاعبين الالتزام بالتزاماتهم دون تأخير أو تسويف قدم مثالاً على ذلك من تجربته الشخصية حيث سافر وترك والده في حالة حرجة ورفض المدرب محمود الجوهري جميع الأعذار لكن عاد ليجد والده قد توفي وختم عبدالغني بالتأكيد على أهمية التزام اللاعبين بالالتحاق بفرقهم في جميع الأوقات مشدداً على أن الظروف الشخصية لا تبرر التقاعس عن الالتزام الرياضي